محمد بن عبد الله الصادق الأمين أرسله الله رحمة للعالمين وجعل الحوثيون من ذكراه مناسبة لكل جرم مشين مناسبة دينية عظيمة يستغلونها بصورة همجية عقيمة فبدلا من أن يحي القيم النبيلة التي جاء بها نبي الرحمة يدمرونها بتصرفاتهم الرعناء وجرائمهم الشنعاء التي اكتوت بها كل القلوب في الشرق والغرب والشمال والجنوب يستغلون مناسبة المولد النبوي الشريف ليس لفرض فكرهم الطائفي فقط وإنما جعلها مناسبة لاستغلال الشعب الذي يعيش وضعا استثنائيا وضرفا قاسيا يأكلون أموال الناس بالباطل بدعوى دعم مناسبة المولد النبوي يضاعفون معاناة المواطنين بفرض حضورهم كي يسجلوا تواجدهم أمام الكاميرات فقط يبذلون الغالي والنفيس بالترغيب والترهيب لإحضار الناس إلى هذه المناسبة الجليلة كي يظهروا أمام العالم ولهم شعبية كبيرة رغم أنهم يدركون حجم حضورهم في الشارع اليمني الذي ضاق ذرعا بهم جراء المعاناة التي يتسببون بها في كل عام منذ احتلالهم صنعاء يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف وأهدافهم أهداف سياسية معروفة للقاصي والداني ومن وراء هذا الاحتفال جريمة أو جرائم خططوا مسبقا لارتكابها كما حصل قبل عام عندما اغتالوا وطنا وقتلوا شعبا باستهداف زعيمه الشهيد علي عبدالله صالح والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الشهيد الأستاذ عارف عوض الزوكا واليوم يخططون لجرائم أخرى تحت رداء النبي الكريم الذي قال إن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دممرئ مسلم عصابة باغية مجرمة طاغية لا يهمها أن يموت العالم أجمع من أجل سيدهم وفكره السلالي الطائفي المقيت الذي جاء لاستعباد العباد والسيطرة على ثروات البلاد هاهم يا نبي الرحمة من يدعون الانتساب إليك زورا يسومون الناس سوء العذاب وأكثروا في البلاد الفساد ناسين أن الله يمهل ولا يهمل يحولون معتقداتهم ويحرفون نهجك القويم ويسرقون باسمك وينهبون المناصب والوظيفة العامة دون النظر إلى الحق والكفاءة أنزلك الله للمساواة والعدالة بين الناس بينما هم يقسمون البشر إلى عبيد وأسياد جعلك الله نورا وجعلوا من مناسبتك ظلاما أوحى الله إليك وقال على لسانك لا إكراه في الدين بينما هم يجبرون الناس على اعتناق فكرهم ومذهبهم عنوة دون مراعاة أو احترام لمشاعرهم وأحاسيسهم وحقوقهم أمرتنا بأن المؤمن لا يكون كذابا بينما هم باسمك يكذبون كما يتنفسون ولنهجك القويم يحرفون متجاهلين أن إرادة الشعوب من إرادة الله وأن لكل ظالم النهاية وللباطل صوله ثم يضمحل فيصى الله الشبيبي اليمن اليوم